هنا على مستوى ضائرة سكيدة تعكف لجنة دائرية على غربلة قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي والهش لحي المواتش كمرحلة أولى وسط أوامر صارمة باللجوء للمتابعة القضائية ضد الانتهازيين بأن نضرب بيد من الحديد كل من يتضح أن تحايل على ملف تحايل على التحقيق تحايل في الدخول إلى هذه المنطقة للاستفادة بطريقة مشبوهة من هذه السكادات وتستعد مصالح ضائرة سكيدة قريبا لتوزيع ألف مسكن بحي الزفزاف قبل أن تشمل العملية سكان بحيرة الطيور وبوعباز إثنين والمدينة القديمة وحمدي كروم وفلفلة إسكان قرابة الألف وسبعين سكن كما أشرت كمرحلة أولى تتبع بمرحلتين قادمتين 250 سكن جاري الإنجاز بها على مستوى حي الزفزاف لـ 2,990 سكن على مستوى حي بوزعرورة 1,500 سكن وعلى مستوى حي بو عباز 800 سكن برنامج طموح من السكن الاجتماعي سيتم توزيعه في إطار القضاء على الأحياء القصديرية بمدينة سكيدة مع نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل برنامج لم يسجل بالولاية منذ الاستقلال لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هل فعلا سيستفيد منه الزوال والمغبونين؟ وهل فعلا ستقطع الطريق هذه المرة أمام المحتالين والانتهازيين؟